قولي لي هو الوضع عرب عاملية الحمد لله عرب ده حنين قوي اللي يشوفه من بعيد ممكن يفهمه غلط بس اللي قرب منه لإيه قطيب إنسان في الدنيا بس عمل فيه حتة حركة ايه؟ وقداني مطعم فوق الدور السبعة عشر يا لهوي معقولة يا أنغام ده أنت بتخاف تبصي من الدور الأولان لأ وانا من غابية قلت له أصلنا عندي فبية من مرتفعات ربنا يساعدكم يا حبيبتي أنا مبسوطة قوي يا ماما ما كنت ما تطمينه وأنا معاه ما بعيس الوقت ما يخلصت عايزة كده أفضل لزق فيه هو الطيب وابن حلال ويستهل كل خير وانت ربايتي يعني ضمنك في إيدي عايش يا حبيبتي وتبسته هيسه بتعمليه زي يومك عارف يا أنغام أنا حبيت أبوكي حب مفيش واحدة حبيته الراجل بديته على نفسي كان عندي استعداد أعمل أي حاجة عشان خطره كنت بستخسر في نفسي كل حاجة عشان هو يكبر وكان كل ما بيقوى كنت بحس إن أنا اللي أقوى كل ما بيقوى كنت بحس إن أنا اللي أقوى بعد ما رماني حسات إني هود هش أول ما يتعمل كده يتكسر طبع عشان خطري عشان خطري أبوس إيدي بلاش الكلام ده أنا أخرج النهار ده تاني معي ما تتجي معينا لا يا حبيبتي روحي بدي مش قلتلك اللي زي يا بيت تتعود عشاق روحي وتبستي يا صاحب انت جيبنا أنا ما شمنا ورايح جاي رايح جاي ما تتكلم فيه يا عربي اسمع معصن ده وصيح أنا عايز أبو الشفاء وزار جينا العلق اللي شاهدوا علايا في الإسم يوم النمر اللي تعملت علايا في الشارع هانكم عليهم منين ما يروحوا أوه أمر عربي بس عليه واجع القلبي ده كله نقعد رعيبهم والليف وراهم ما احنا نجيبهم متكتفين تحت رجلك وتخلص اسمع اللي بقولك عليهم ما تتكلمش كتير بعدين هدفة أنا عاوزك تقطع عليهم وتعرف سكاكم كويس إنك ما تغفلش عنهم في الرأي حول جاية أعوزك تقد عليهم الأنفاس ما تفرقهم شغل في النوم ولو طول تتخش لهم أحلمهم أعمل كده اعتبر حصل اعتبر سيحة الجن اللي حيرها فيهم في حياتهم أنا عايز أخلف منك حتة عيل يا حج لا ده وقته ولا ده مكان ما احنا متفقين ما فيش خيرك ليه يا حج؟ هو أنا مش من حق أجيب حيك تتعايل عشان لما أكبر أتسند عليه زي الخلق وأنا قلت لا ولو بقى على عمرك ما تفتحيش الموضوع ده التاني اسمعنا اسمعنا بقى موضوع الخلفة ده هو اللي بيقلبك علي كده كل ما افتحه معاك أنا قلت لا خلس الكلام هو أنت عايز تمشي كلامك على الخلق وخلاص مش كفاية الجوازة اللي مع إيقاف التنفيذ يا راجل يا راجل ده أنت كل ما بتيجي ناحيتي بيركبك مية عفريت ربنا ما بيتعانيكش وجادرك اتحدد بحلمك خلاص ابنك اللي من صلبك هياخد أجلك لعمد ربه انت عام يا بدي انت مش فهم حاجة يا مين بالله ما فهم حاجة بحيه انت عاني هنا ما كل اللي بتطلو بيه بعملهولك ناقصك ايه تاني يا بنتها بنت غرباوي لأ بنت غرباوي ناقصها ايه تاني؟ مش لما يبقى فيه أولان يبقى فيه تاني بقولك ايه؟ ما تروح يا أخي الدكتور يسوفا خلينا نخلص من الموضوع ده بقى دكتور لي مين يا بيت؟ أنا أعسى من أي حد لمحيت عينك يا مين بالله العظيم لو فتحت الموضوع ده تاني لأ اعتم رقبتي تاعتم رقبتي؟ تاعتم رقبتي ليه؟ عسن بطالب بحق اللي ربنا أمر بيه؟ طب يا أخي طالما بتقطم الرقاب كده ما تروح تقطم رقبة أنغام اللي رحتها فاحت في المغربلين كلها ايه؟ كناليكم يا أنغام تقصد ايه بكلام ده؟ ليه حاج؟ هو انت مش داريان ان بنتك أنغام رايحة جاية مع عرب قدام المغربلين كلها؟ هو مش كده وبس يا أخويا ده الناس بيقولوا ان انت ساكت عشان خايف من عرب؟ لسه ما تخلقش اللي أخاف منه يا بنت خنباوي فيت نفسك ولي أبت؟ أنا المعلم عبد رابه وبعدين انت مالك وما الأنغام تقصد ايه باللي بتقولي ده؟ أو يا أكون يا بنت لسه بتفكري في عرب؟ لا يا حاج انا مسمح لكش أنا بنت ناس وفاً في الأصول كويس وعارفة ان انا على زمة راجل ومش أي راجل أنا على زمة الحاجة عبد رابه وحكيتي مع عرب خلصت خلاص وإلا ما كنتش تجوزتك وجيت طلبت بحقوق اللي بطلب بها منك دلوقتي أنا يا أخويا بس علشان على اسمك خايفة عليك من اللي بيتألف ضهرك واللي حصل مع الست صباح في الليلة الأولانية ويتلم ومحدش حس بيه مش عايزة هتتكرر مع أنغام وساعتها بقى هتبقى فضيحة بجلاجل اكتمي اوه هتجيب يسيب تسكت دي على لسانك فاهم الله قولي اللي بقى شغلك عملية الحمد لله مستنييني افتتاح المتحف الجديد هيزبط لنا استيحقه يا عرب إن شاء الله رب أنا حقق لي كل اللي انت عايزاه وكل اللي نفسك فيه أحصل إن شاء الله بصلاح كده أنا عز أقول لك على حاجة بصلاح كده أحسس لك إحساس كبيرة وأنا غير أنا بشايف غيرك تنفع أم العيالي أنا بحبك إيه؟ تحبيني أنا؟ أنا يا عرب؟ أيوة بحبك أنت هو أنت اللي محاسساني اللي مفيش مين اتنين قال أنت أنت عارف أنت مين وأنا مين؟ عارف أنت عرى بالصورك اللي حبيته عشان حاجات كتير قوي حاجات عمري مقابلتها مع أي حد عرفته قبل جدا طب النسبة لي بكل الدنيا عارف أنا اللي محظوظ بك عارف حكايتك ما قالي متفكرني بالحكاية اللي كانت تبدي حكاية اللي دايماً زي من والعال صغير حكاية الشاطر حسن اللي كان ننزل كل يوم مصد على مركب وهي المحسد ترح وسنه والجمال وقفها بعيد بس أخروب الصلح ما نفعش يقارب عشان حرس أبوها الملك ممكن يزوه وتلف الأيام الدول وسترح وسنه والجمال تقاوجب بي وتتجوزه أو أنا دلوقتي حاسس إن أنا الشاطر عسن وإنت سترح وسنه والجمال إنت اللي في مكان عالي وبتتوضي أو تنزليلي أنا مش مستدق نفسي أتجابت قوم كده في حاجة أقول ليه؟ قوم بس عربي من عربي الباز بتسقف كده ليه بدت هز أنا مش فرق لي أي حاجة بص أنا أعادك إن عمري ما هزعلك عمري ما هزعلك يا عربي يا ست مش وقت تزعرب أنا ما يجب زعل خل بالك ممكن تطلع مباراة ومصورة هتبقى لقطة ساعتها مش تطلع بعيدة بحاجة يلا بين يلا بس ربنا يا ديك يا لسه واني بس يلا بينا هنصورونا والله يصورونا يلا 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 هتبقى عربة سورتي يلا